في 2008 كانت فنزويلا تنتج ثلاثة ملايين ومئتي ألف برميل نفط يومياً وكانت تعتبر من أكبر اقتصادات دول أمريكا اللاتينية وبعد ثلاث عشرة سنة لم تعد تنتج إلا خمسمائة ألف إلى مليون برميل ويعكس الإهمال الذي تعاني منه المنشآت البترولية الفنزولية واقع الصناعة النفطية في البلاد التي كانت في أوجها في يوم مضى وباتت اليوم في أسوأ حال غادرت الشركات الكبيرة بسبب العقوبات والمشكلات الاقتصادية وتركنا هنا نحن المتعاملون المحليون بعضنا يعمل والبعض الآخر عاطر عن العمل ما يدفع الموظفين للعمل بأقصى ما يمكنهم بالحد الأدنى وبالنسبة إلى معظم الخبراء تشكل المواجهة التي جرت في مطلع الألفين بين الرئيس الراحل هوغو تشافيز ومسؤولي شركة بوتروليوم دي فينزويلا مرحلة أساسية في بدء تراجع القطاع وبلغت الأزمة أوجها مع إضراب تاريخي استمر من كانون الأول ديسمبر 2002 إلى آذار مارس 2003 تلته سيطرة كاملة من النظام السياسي على الشركة وطرد الرئيس الراحل عددا كبيرا من الكادرات وألاف الموظفين ووظف أشخاص أوفياء للثورة لم تكن لديهم بالضرورة الكفاءة للعمل في هذا المجال كانت شركة بيتروليوم دي فينزويلا بعيدة عمليا عن السياسة قبل الإضراب كانت مستقلة وتدير مواردها عندما سقطت في السياسة وجاءوا بمفهوم الشركة ملك الجميع أعتقد أن التراجع بدأ حينها ويواجه القطاع النفطي صعوبات في استعادة مستويته الماضية وقد يعود ذلك إلى الفساد أو الخيارات الاستراتيجية الخاطئة أو مشاكل الصيانة أو تقادم الآلات الصناعية وأشاد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في بداية كانون الثاني يناير بانتعاش في الإنتاج وصل إلى مليون برميل يوميا وحدد هدفا في 2022 بالوصول إلى مليونين عندما يبقى هيكل مثل هيكلنا أو فريق مثل فريقنا ساكنا لفترة طويلة فإن الأمر يتطلب قدرا هائلا من الأموال والاستثمارات لإعادة تنشيطه ستكون هناك مشكلات في البداية ومن أجل دفع عجلة الإنتاج يجب أن يتوافر تضفق مستمر للأموال مع استمرارية في العمل المشكلة أنه يجب أن يكون هناك استمرارية طوال الوقت حتى يتوفر الاستقرار وتجد فنزويلا نفسها في وضع مليء بالتنقضات فعلى الرغم من احتياطات عالمية غزيرة هناك نقص في البنزين واضطرت كراكاس إلى استيراد وقود إيراني أكثر من مرة وتؤثر أزمة الوقود بدورها سلبا على الإنتاج لأنها تعقد كل السلسلة اللوجستية